موسيقى منتبعي قنوات تلفزيون الجزائرية صدر الله ووقاتكم مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج لقاء خاص هذا من خلال هذا اللقاء سيكون لدينا نقاش مستفيد حول واحد من القطاعات المهمة استراتيجيا اجتماعيا واقتصاديا أيضا قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سيكون مركز هذا البرنامج مع ضيفنا لنهار اليوم الأستاذ البروفيسور كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي مرحبا بكم سيدي شكرا لكم عن الدعوة ومرحبا بكم في القطب العلمي والتكنولوجي لسيدي عبد الله شكرا لكم سيدي الوزير المتواجدون في هذا القطب المبهر سيدي الوزير الذي سنتحدث عنه بعد قليل سيدي الوزير عشية الدخول الجميعي سنتحدث بعد قليل عن الأرقام والإحصائيات لكن قبل ذلك حتى نتدرج منهجيا في النقاش سيدي الوزير ما هي مكانة قطاع التعليم العالي في استراتيجيات الدولة وما هي المكانة التي تتبوأها الجامعة سيدي الوزير وضع السيد الرئيس الجمهورية الجامعة الجزائرية في مركز اهتمامات الدولة نعم للعلم أن الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال استقبلت وكونت وأدمجت جزء كبير جدا من شباب الجزائر حتى أصبح اليوم عدد الطلبة في الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا في الجزائر ضعفة بـ 3400 مرة منذ الاستقلال حيث أصبح عدد الطلبة يقارب الآن مليون وسبعمائة ألف طالب ستواصل الحكومة الجزائرية في دمقرطة التعليم العالي لأن هذا هو اتجاه التاريخ وبالتالي تعتبر الجامعة في قلبي اهتمامات المجتمع الجزائري جيد سيدي الوزير ننتقل الآن إلى الحديث عن هذا الموسم الجديد ما هو سنة 2023-2024 بلغة الأرقام والإحصائيات الخاصة بطلباء الجدد سيدي الوزير سجلنا 810 ألف طالب جديد من حاملي شهادة الباكالوريا 2023 دعم خاصية موسم التشجيل هذه السنة أنه أنزز بنزع الطابع المادي تماما له أي بصفر ورقة باستعمال الرقمنة التي تعتبر وسيلة قطعة مع بعض الممارسات التي كانت سابقا تقام في مثل هذه المرحلة من التشجيلات الجامعية سلمت لهم بطاقات متعددة الخدمات وإن شاء الله يوم 23 سبطمبر سيلتحقون بالمدرجات في ظروف جهزت أن تكون ظروف جيدة من أجل تعلم هؤلاء لأن هؤلاء هم الذين ستقعوا على عاتقهم تسير شؤون البلد بعد بضع سنوات الجامعة الجزائرية التي نقوم بتحضيرها اليوم للغد هي جامعة مواطنة تلبي احتياجات المجتمع أين ترسل وبالتالي نعتبرها ونعمل من أجل أن تكون محركة للاقتصاد الوطني ولمجتمع الجزائري سيد الوزير إذا سمحتم من أن تتحدثون عن طلبة الجدد هل تم احترام أو تلبية رغبات طلبة الجدد في اختيار التخصصات هل هناك نسبة خاصة بتلبية هذه الرغبات سيد الوزير الطلبة الذين لبيت لهم التخصصات الثلاثة الأولى من عشر يتفوق 75% وهذه نسبة عالية بالنسبة لتوجيه الطلبة الجدد بطبيعة الحال التوجيه الجيد لهؤلاء الطلبة يعني بنسبة كبيرة نجاح هؤلاء الطلبة في الجذوع المشتركة نجاح الطلبة في الجذوع المشتركة نعتبره أولوية اقتصادية اجتماعية وبدغجية وبالتالي حرسنا كل الحرس من أجل أن تلبى رغبات الطلبة وبالتالي أعتقد أن جزء كبير يفوق 75% قد لبيت رغباتهم أما الباقية فيمكنهم كذلك توجيه طلبات إعادة التوجيه فستعالج على مستوى المؤسسات الجامعية التي وجهوا لها وإن شاء الله سيكون لهم الحظ في التوجه الذين يودون الذهاب إليه جيد سيد الوزينة بقى دائما مع مستجدات هذا الموسم الجديد هناك تخصصات جديدة ستدخل هذا العام سيد الوزينة هناك تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات العصر مع مهن الغد ومع رفاهية المجتمع الجزائري هناك تخصصات في الروبوتيك أي الأنظمة المستقلة هناك تخصصات في الذكاء الاصطناعي هناك تخصصات في الرياضيات التطبيقية هناك تخصصات في الفيزياء الحديثة المتمثلة في نانو تكنولوجيا وهناك تخصصات كذلك حذرت من طرف فرق التكوين تخص المسارات المتواجدة في مختلف المؤسسات الجامعية بطبيعة الحال سواء كانت جديدة أو تجديد في برامجها إلى غير ذلك الحرية التامة أعطيت لفرق التكوين من أجل تقديم عروض تكوين جديدة تتماشى مع متطلبات المنطقة تتماشى مع متطلبات المجتمع وتتماشى كذلك مع مهن الغد سيد الوزير هناك أيضا المدرسة الخاصة بالعنظمة المسيرة أو بالعنظمة المستقلة أيضا سيد الوزير هذه المدرسة العليا الجديدة التي ستوطن إن شاء الله هنا في سيد عبد الله تضاف إلى المدرستين الوطنيتين في الرياضيات وفي الذكاء الاصطناعي يضاف إلى هذه المدارس الثلاث مدرسة في النانو تكنولوجي ونحن طبقا لمخرجات مجلس الوزراء الذي نعقد في 12 سبتمبر 2023 سندرس مع الجهات وصية نعم ما يمكنه أن نضيفه إلى مشروع مدرسة الأمن السيبرالي وبالتالي كذلك مدرسة أمن السيبرالي ستوطن في الأوقات المقبلة هنا في سيد عبد الله إن شاء الله جاي سيد الوزير هي تخصصات مهمة وإستراتيجية وتحاكي الواقع كما قلتم منذ قليل لكن هل بيداغوجيا من ناحية البرامج هل قطاعكم محظر من أجل استقبال الطالبة بيداغوجيا سيد الوزير بطبيعة الحال قطاعنا محظر وقمنا بكل التحذيرات اللازمة التي تتماشى مع إعطاء تكوين جيد ذا نوعية في هذا القطب سيد عبد الله بحيث أن الأساتذة قد وظفوا من أجل ضمان التكوين في المدارس الأربعة المتواجدة هنا وبالتالي انتظارنا أن يكون التكوين والتعليم العاليين يتماشيان مع مقتضايات المرحلة من أجل أن نكون خريجي هذه المدارس لهم الكفاءة لهم التمهين ولهم التمكين نعم اللازم من أجل أن يندمجوا بسرعة في الحياة المهنية ويكونوا مواطنين ومنتجين في نفس الوقت جيد يعني هذه المدارس لم تكن محتاجة إلى توأمة ربما مع مدارس أو جامعات أجنبية سيدي الوزير أو كانت ربما يجب أن نستدعي ربما كفاءات جزائرية في الخارج من أجل بعث هذه المدارس سيدي الوزير في إطار التوأمة نعم التي قمنا بإمضائي لحد الساعة 177 اتفاقية التوأمة بين مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية ومؤسسات جامعية أخرى متواجدة في مختلف البلدان الأجنبية نعم بالنسبة لمدارس العليا للسيدي عبدالله فلهم توأمة مع مدارس عليا أخرى وبالتالي وبالتالي مراجعة على سبيل المذال مراجعة البرامج برامج التعليمي والتكوين هنا في مدرسة الذكاء الاصطناعي والرياضيات من بعض الخبراء الأجانب قد عجبوا بمحتوى هذه البرامج التي وجدوا فيها أنها برامج تتماشى مع متطلبات العصر وعم متطلبات الغد في مجال تكوين خريجي ذا كفاءة ومتمكنين من تخصصاتهم المختلفة جيد الجديد أيضا سيدي الوزير هذا العام هو التعليم عن بعض اللغة الإنجليزية في السنة الأولى نجد حسيني المستوى أيضا الدبلوم المزوج فلنبدأ بقضية الإنجليزية سيدي الوزير الإنجليزية هي لغة العصر هي لغة التجارة هي لغة العلم هي لغة التكنولوجيا هذه اللغة التي يتكلمها أكثر من مليار ومئة ألف في العالم كان يجب علينا أن لا نبقى بعيدين عن التمكن من استعمال هذه اللغة ولما أتكلم عن استعمال هذه اللغة هو أن نعرف نتكلم بها نكتب بها وكذلك ننشر بها صحيح في هذا الموضوع قمنا بتكويني حوالي ثلاثين ألف أستاذ من سبعين ألف أستاذ والعملية متواصلة تدريجيا من أجل أن الحصول على درجة بيثنين أو سي واحد في تعلم هذه اللغة بالمناسبة كذلك فقمنا بتكويني الطالبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا الفين ثلاثة وعشرين من عشرين جوليا إلى عشرين سبتمبر عن بعد من أجل كذلك الحصول على درجة بيثنين أو سي واحد لأننا ننوي من خلال هذا الدخول الجامعي إن شاء الله أن تكون الأنجليزية مدرسة تدريجيا في بعض التخصصات خاصة منها العلمية والتكنولوجية للطلبة الجدد والقدامى كذلك أقول هو مسار تدريجي يعمم إن شاء الله على كل المؤسسات المختلفة الجامعية بحيث أننا نحرر اللسان الإطار الجزائري المتخرج من الجامعة والمكون الجزائري نحرر لسانه حتى يتقن اللغة الإنجليزية كما نحرره من أجل أن يتقن لغات أجنبية أخرى بحيث أننا ننفتح عن مختلف الثقافات فتكون بيتنا تلك البيت التي بها عدة نوافذ من كل نافذة تدخل الثقافة وبالتالي نساهم في تطور الأمة في تطور المجتمع وفي تطور البشرية جيد ماذا عن التعليم عن بعد سيد الوزير؟ بالنسبة للتعليم عن بعد هنا نتكلم عن الرقمنا فالرقمنا تعتبر وسيلة قطيعة في الوسائل التي نستعملها خاصة في التعليم وهنا أتكلم عن التعليم عن بعد بما يعطيه أو يمنحه هذا التعليم من إيجابيات كثيرة للمتعلم ولمكون وللإدارة البداغوجية وبالتالي هذه السنة فتحنا كنموذج ستة مدارس للتكوين عن بعد نعم التكوين عن بعد هدفه وهو تحسين نوعية التعليم ونوعية التعليم تأتي من خلال استغلال كل الوسائل العصرية التي يتيحها الرقمنا في مجال التعليم عن بعد إذن أقول هناك قطيعة بالنسبة للوسائل التي يستعملها التعليم عن بعد وكذلك قطيعة بداغوجية خصوصا بالنسبة للوسائل البداغوجية والمحتويات البداغوجية التي توفرها الرقمنا سواء للمكونين أو للطالبة حيث جودة التكوين عن بعد سيد الوزير هل هو متحكم فيها؟ يعني كانت هناك تجربة مع جامعة التكوين المتواصل هذه المرصة تكون فيها التعليم العالي هل هذه الكيفية يعني التعليم عن بعد تضمن جودة التكوين سيد الوزير هي هو نمط مختلف تماما عن الممارسات السابقة فالتعليم عن بعد هو استعمال الذكاء البشري والذكاء الصناعي من أجل أن يكون التعليم تعليما ذا جودة قلت لكم هي تجربة نموذجية سنقومها ونقيمها تدريجيا كلما تطلب الأمر ذلك وبالتالي سنستعمل كل الوسائل العصرية المتاحة من أجل أن يكون هذا التكوين تكوينا ذا نوعية ودائما أعطي ذلك المثال لذلك الشاب أو تلك الشابة من تمرست التي تسجل في جامعة هواري بومدن لباب الزوار تدرس عن بعد تقيم عن بعد تقوم بتربصها عن بعد وتستلم الشهادة عن بعد دون أن تعرف باب الزوار هذا هو هدفنا بطبيعة الحالة هذا يحتاج إلى مرافقة صحيح يحتاج إلى تقييم دائم وكلما تطلب الأمر أن نصحح المسار سنقوم بتصحيحه إن شاء الله جيد الجديد أيضا هذه السنة سيد الوزير هو إمكانية الطالب أن يتحصل على شهادتين مختلفتين في تخصصين مختلفين في نفس المسار المهني كيف هذا سيد الوزير الشهادة المزدوجة تعتبر وسيلة من وسائل جودة التعليم بحيث أن من مخرجات جودة التعليم أن يجد المتخرج من الجامعة مكان للشغل في أقرب وقت ممكن وعليه نكون متخرجين ذا جودة مطلوبة في سوق العمل وبالتالي نساهم في إدماجهم بطريقة سريعة وسلسة على سبيل المثال هناك كذلك ثمانية تخصصات لثمانية مؤسسات جامعية نموذجية نعم يمكن أن أسرد عليكم مثالا أن الذي يدرس الاقتصاد سجل في الرياضيات وبالتالي يتخرج من الجامعة كمختصا في الاقتصاد وبالرياضيات يمكنه أن يتقن الحساب يعني شهادتين سيد برسل شهادتين في آن واحد كذلك في إحدى الجامعات الجزائرية نعم يمكن للطالب في الحقوق أن تكون له شهادتين الأولى في الحقوق والثانية في الإعلام الآلي وهذا بطبيعة الحال تطلبه المرحلة بحيث أن المتخرج في الحقوق في بعض تخصصات الحقوق يجب عليه أن يتقن الإعلام الآلي والرقمنة وبالتالي سيكون له ذلك إذن الهدف هو يدخل في إطار جودة التعليم التي تعتكز على المرافقة تعتكز على الاندماج السريع والسلس في الحياة المهنية نعم وهذا ما ستعطيه إن شاء الله الشهادات المزدوجة بدأنا هذه السنة بنماذج وسنقيم هذا المسار وإن شاء الله سنطوره في السنة المقبلة جيد سيدي الوزير هذه المرة وربما هي سابقة منذ الاستقلال وأقول هذا تحت نظركم سيدي الوزير أن يتم توظيف ما يقارب أو أكثر من عشرة آلاف أستاذ مرة واحدة هل سيلتحقون كلهم هذا الموسم سيدي الوزير بمناصبهم البداغوجية أم ربما بالتدريج وماذا عن تكوين هؤلاء الأستاذ الجدد سيدي الوزير بطبيعة الحال في الوقت الحالي في الساعة الحالية نعم وظف ثمن الاف أستاذ مساعد جديد قسم باء من حاملي شهادة البكالوريا شهادة الماجسار والدكتورة نعم غير الأجارة ويمكننا أن نقول أن في الساعة الحالية لا يوجد حامل لشهادة الماجسار أو الدكتورة بالجزائر الجديدة بطال نعم توجد بعض إستثناءات في الوزير أو لا يوجد قطع لا يوجد جيد لا يوجد نعم لا يوجد نعم وسنوظف إن شاء الله خلال شهر أكتوبر ألف وربعمائة وتسعة أستاذ مساعد قسم باء في العلوم الطبية وهذا كذلك عدد لا مثيل له منذ الاستقلال يضاف إلى ذلك ستمائة وتلاثة وتسعين أستاذ أستاذ بحث في مختلف مراكز البحث وبالتالي يصبح عدد الأساتذة الباحثين والباحثين الذين سيوظفون قبل نهاية هذه السنة وجزء منهم قد وظف وثمنا لاف أستاذ مساعد قسم باء سيصبح عشر لاف وهذا العدد لا مثيل له منذ الاستقلال بالتالي قلت لكم أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحظى بمكانة خاصة في نشاطات الحكومة ماذا عن تكوين هؤلاء سيد الوزير بالنسبة للأساتذة حديث التوظيف سيخضعون لتكوين في الديدكتيك في الاتصال في اللغات الأجنبية في مختلف المواضيع التي تخص الجامعة والإصلاح الجامعي لمدة مية وعشرين ساعة فيها اثنين وعشرين مادة سيخضعون لهذا التكوين القبلي خلال سنة قبل أن يثبتون في السنة المقبلة إن شاء الله لأن هؤلاء الأساتذة هم مختصون في تخصصاتهم لكن بطبيعة الحال هم ليسوا مختصين في التعليم وبالتالي كان على الجامعة بعد توظيفهم أن تكوينهم بحيث يكونون في المستوى المطلوب من إصال المعلومات العلمية والبيداغوجية بالتعليمية اللازمة لذلك للطالب جيد سيد الوزير نتقل للنقطة أخرى أيضا مدمن متواجدون هنا في هذا القطب الجامعي لسيد عبدالله الدولة صخارت أموال كبيرة أضرفة مالية مهمة جدا سيد الوزير من أجل أن يكون لقطاع التعليم العالي هياكل قاعدية ومرافق جامعية مريحة هذا الموسم هل وصلتم إلى تسليم كل الهياكل التي كانت مبرمجة سيد الوزير هذه السنة تسلم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ربعين ألف مقعد بداخوج يضاف إلى هذا عشرين ألف فاصل خمسة سرير وبالتالي ستضاف إلى الأريحية التي يوجد بها القطاع أريحية أكبر متمثلة في هذا التجهيز الجديد سواء في مجالي أو في قسم البيداغوجيا أو قسم الخدمات الجامعية جيد سيد الوزير ما دمنا نتحدث عن هذه المرافق هذه السنة هناك جديد أيضا حسب ما كنا نتحدث منذ قليل في الكوليس أن هذه المرافق ستبقى مفتوحة إلى ساعة متأخرة من الليل سيد الوزير لماذا؟ الجامعة هي جامعة مواطنة نعم تلبي احتياجات المواطن وتلبي احتياجات الوسط الذي ترص فيه هذه المؤسسة الجامعية وبالتالي لا يمكن لهذه المؤسسة الاجتماعية أن تغلق أبوابها على الساعة الرابعة يجب أن يكون هناك نشاط حتى ساعات متأخرة من النهار وأقصد هنا قد يكون إلى الساعة العاشرة ليلا ما هي نوعية هذه المشاطات؟ كل مؤسسة جامعية لها الاستقلالية اللازمة أن تبرمج هذه المشاطات لكن هناك نشاطات مثل المكاتب مثل دور تطوير المقاولة مثل دور الذكاء الاصطناعي مثل الحاضينات بعض النشاطات التعليمية الأخرى يمكنها كذلك أن تقام في مثل هذه الساعات من النهار أو من المساء يضاف لذلك مخابر البحث لا يمكننا أن نتصور مخبرة بحث يغلق أبوابها على الساعة الرابعة وبالتالي طلبنا من سيدات والسادة مسؤولي المؤسسات الجامعية بالتشاوري مع فواعلي الجامعية من ممثلي عن الأساتذة والعمالي والطالبة من أجل أن تبقى أبواب المؤسسة الجامعية مفتوحة إلى حد الساعة العاشرة مساء جيد سيد الوزير كنا نسمع كثيرا في عديد الخطابات أن الجامعة عليها أن تنفتح على محيطها السوسيو اقتصادي وأن عصرنت الجامعة أيضا ما الذي تحقق إلى حد اليوم من كل هذا سيد الوزير هل هناك تجارب ميدانية يمكن أن نقصها ويمكن أن نعممها أيضا في سياق انفتاح الجامعة على محيطها سيد الوزير الجامعة هي مؤسسة اجتماعية يجب أن تلبي احتياجات المجتمع لا يجب على الجامعة أن تبقى غير صاغية لانتظارات المجتمع لانتظارات الفوائل المختلفة بالمجتمع من بين هذه الفوائل يمكننا أن نذكر ثلاث أولا المحيط الاقتصادي والاجتماعي ثانيا المستفيد من نشاطات الجامعة وثالثا من يمول الجامعة في حالتنا ممول الجامعة وهي الدولة وبالتالي لا يمكننا أن نبقى غير صاغين لهذه الفوائل الجامعة والمؤسسة الاقتصادية هم مجموعتين لا ينفع إلاني مع بعضهم البعض طبقا للتجارب الماضية كان علينا أن نفكر كيف نجب كيف يجب فتح هذه الصمامات من أجل تقارب أو تقريب الجامعة من المؤسسة الاقتصادية هذه أولا ثانيا عملنا في مختلف المؤسسات الجامعية مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة من أجل تنشيط الطلبة في مجال الابتكار لأن الإبداع ركيزة الابتكار وبدأنا في تفعيل ما نسميه شهادة تخرج شهادة مؤسسة ناشئة أو مؤسسة مصغرة لحد الساعة وضعت على مستوى مصالح وزارة اقتصاد المعرفة حوالي 2700 طلب من أجل لابل مؤسسة ناشئة مؤسسة ناشئة قد يحصل عليها هؤلاء ففي حالة ما لم يحصلوا عليها لأن أعمالهم لا تعتبر ابتكارية يمكنهم التوجه إلى إنشاء مؤسسات مصغرة وبالتالي التعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة هو تعاون هو شراكة هو تكامل وبالتالي أستطيع أن أقول لكم أن بالنسبة لمتخرجي أو خريجي السنة الماضية في جوان وجويلية 2023 هناك حوالي 290 من تحصل على لابل لابل مشروع مبتكر يمكن لهؤلاء أن يمولوا من طرف صندوق المؤسسة الناشئة وبالتالي يصبحون خالق لمناصب شغل خالق للثروة وكذلك مساهم في تطوير الاقتصاد الوطني سواء كان في منطقتهم أو على المستوى الوطني إذن هناك من ستقول به الأمور إلى إنشاء مؤسسة الناشئة ستارتاب وهناك من ينشئ مؤسسته الاقتصادية المسغرة بحيث استحدثنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة صفة الطالب المقاول وبالتالي هذه تعتبر وثبة كبيرة جدا في تشغيل خريج الجامعة بحيث أننا عطينا كذلك أولوية لخالق مناصب شغل أو لخالق أعمال انفرادية ولأن كل مؤسس لمؤسسة الناشئة أو مؤسسة اقتصادية مصغرة سيشارك في الابتكار سيشارك في التنمية الاقتصادية وبالتالي سيساهم أو يشارك في هذا الثلاثي المتكوني من التعليم البحث العلمي والابتكار على هذا ما سميتمه سيد وزير انتقال من البحث العلمي إلى البحث التطبيقي هذا انتقال من البحث العلمي إلى البحث التطبيقي نعم بحيث سيتمكن هؤلاء في إطار ما نسميه بالجامعة جامعة التمكين جامعة التمكين سيحولون أفكارهم قدراتهم الفكرية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق وسيكونون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني فيه نماذج سيد الوزير في الميدان؟ نماذج عدة في مجال الزراعة الذكية في مجال الخدمات في مجال البيوت تكنولوجي إلى غير ذلك لأننا نعتبر أن الأسواق الثلاث الغير المنفصلة على بعضها البعض سوق المعرفة سوق الخدمات وسوق العمل مرتبطين ببعضهما البعض وبالتالي وجهوا عدد كبير من طالب متخرج هذه السنة نحو ما نسميه بمواضيع لها علاقة مع اقتصاد المعرفة وبالتالي كان لهم من بين هؤلاء من تحصل على وسم لابل مشروع مبتكر والبقية تأتي إن شاء الله لأن لهؤلاء الحق أن يبقوا في الجامعة في إطار مرافقة حاضنات الأعمال لهم حتى شهر ديسمبر حتى يتمكنوا من الحصول أو تحقيق أهدافهم وبالمناسبة الجامعة كذلك وفرت لهم لكل متحصل على لابل مؤسسة ناشئة وفرت له الجامعة فضاء مجاني لمدة سنة قابلة للتجديد من أجل أن يكون نفسه يكون مؤسسته الناشئة وبالتالي يساهم في التصنيع وتسويق أفكاره وقدراته الفكرية جيد ننتقل معكم سيدي الوزير إلى محور آخر وخاص بالخدمات الجامعية رأينا تلك المجهودات الكبيرة والمبالغ الضخمة التي خصصتها الدولة لقطاع الخدمات الجامعية لكن رغم ذلك لا يزال هذا الملف ربما نقطة نقاش كبيرة نرى بعض الصور ربما التي لا تشرف الجامعة في مخصر الإطعام وأيضا المبيد سيدي الوزير ما الذي يحدث في الخدمات الجامعية بالنسبة للخدمات الجامعية بطبيعة الحال مجهود المالي للدولة هو كبير جدا نعم لكن الخدمات المقدمة في بعض مؤسسات الخدمات الجامعية يجب أن تحسن حتى تتماشى مع هذا المجهود في هذه السنة قمنا برقمنة الخدمات الجامعية في مجال النقل بحيث يمكن لكل طالب يستعمل حافلات النقل أن يعرف أين تتواجد الحافلة سرعة الحافلة موقع الحافلة إلى غير ذلك عبر التراب الوطني وبالتالي هذا يدخل في ترشيد وسائل النقل بالنسبة للإطعام كذلك كل المطاعم ربعمائة وستين حوالي مطعم جامعي في الإقامات الجامعية رقمنت بحيث نحسب كل الوجبات التي تعطى هنا وهناك في إطار نظام مدمج معلومات مدمج لكن هذا سيحسن من وجبة الطالب سيد الوزير يحسن من وجبة الطالب لأننا نهدف إلى ترشيد النفقات وبالحساب البسيط يمكننا أن نعرف هل الوجبة وصلت إلى الطالب أم لا تبقى كذلك أننا نظمنا هذه السنة جلسات في موضوع تحسين الخدمات الجامعية نعم وتقدمنا بهذا الملف إلى الحكومة التي ستدرسه وإن شاء الله سيعطي نتائج تتماشى مع ما ينتظره الطالب من الخدمات الجامعية طبقا للنفقات الكبيرة التي تنفقها الدولة في هذا الموضوع جيد سيد الوزير نتحدث الآن عن الجانب الاجتماعي للأساتذة ومختلف العاملين في قطاع التعليم العالي مجلس الوزراء الأخير تحدث عن قانون أساسي خاص بالأساتذة أساتذة التعليم العالي هل مع صدور هذا القانون سنطوي الملف الاجتماعي الخاص بالأساتذة سيد الوزير وأين وصل هذا القانون الملف قد انتهينا من إعداده مع الشركاء الاجتماعيين نقبات الأساتذة أعتقد أن ما في هذا الملف سيكون حافزا للأساتذة من أجل أن يقوموا بعملهم على أحسن ما يرام نعم سيحسنوا من وضعيتهم الاجتماعية إن شاء الله ننتظر ما الجهات التي لها حق معالجة هذا الملف ومثل ما قلتم قبل نهاية هذه السنة سيرى النور هذا الملف إذا كانت الأمور كلها مشت على ما يرام جيد سيد الوزير حتى نعود إلى الجانب البداغوجي كنت أود أن نثير معكم نقطة مهمة جدا وهي قضية جودة التكوين سيدي الوزير لازم نتحدث عن الرصوب الرصوب خاصة في السنوات الأولى من الجامعة في التخصصات العلمية والتقنية وأيضا الطلبة المتخرجين هل أنتم راضون سيدي الوزير وأنتم بروفيسور هل أنتم راضون على نوعية وجودة التكوين في الجامعة الجزائرية سيدي الوزير جودة التكوين هو مسار يجب أن نحسن نوعية التكوين نعم كلما تطلب الأمر والمرحلة ذلك وبالتالي الجامعة التي تسعى أن يكون منتوجها ذا جودة يجب أن تكون جامعة مندمجة جامعة متفاعلة وجامعة متعاونة هذه هي العناصر التي تكون التجويد في التعليم العالي والبحث العلمي بطبيعة الحال نسبة نجاح الطلبة يعتبر مؤشر من مؤشرات تجويد التعليم العالي على سبيل المثال هناك تحسن كبير وقوي جدا في المدرستين التي نحن متواجدين في فضائهما فهذه السنة فاقت نسبة النجاح قبل 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 شهر سبتمبر نعم ثمانين في المائة فقد تصل ممكن إلى تسعين في المائة وهذه نسبة جد وعالية سنسعى أن نرفع من هاته النسبة هذه نسبة أكثر قلبي قليل من ثمانين في المائة قبل الاستدراك نعم استدراك نظم منذ أيام وبالتالي ستكون النتيجة أحسن من النتيجة التي حصل عليها في شهر جوان مع ضمان الجودة سيد الوزي بطبيعة الحال لأنه أولاً التعليم هنا هو تعليم باللغة الإنجليزية نعم تعليم طبقاً لبرامج أبهر أبهر بها أساتذة وباحثين أجانب من دول متقدمة جداً في العلوم والتكنولوجيا في الرياضيات الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي وبالتالي لهؤلاء سيكون لهم مستوى جد وممتاز بعد أو خلال تخرجهم من هاتين المدرستين إذن التجويد كذلك من مؤشراته هي نسبة الرسوب في الجذوع المشترك فإذا أحصينا هذه النسب على المستوى الوطني فقد فاقت ستين في المئة وهذا مؤشر جد مؤشر جدي وجدي وجدي لأن في كذلك الدول المتقدمة علمياً هناك نسب أقل من هذه بطبيعة الحال لن نكتفي بهذا نعم سنرافق هؤلاء الطالبة خاصة منهم الطالبة الجدد بالتوجيه الصحيح لهم بمرافقتهم خلال مصارهم التعليمي في السنة الأولى حتى يجدوا ظالتهم بالجامعة في مجال التخصص الذين يودون التوجه إليه وكذلك في مجال العلامات التي يتحصلون عليها بعد تقييمهم المرافقة نعم أولا التوجيه الصحيح المرافقة والتزام الأساتذة بطبيعة الحال والطالبة سيمكننا من التحسين المستمر لمرضوض تعليم الطالبة جيد سيد الوزير نتحدث عن الأقطاب والمدن أيضا الجامعية هذه نقطة مهمة جدا لكن هناك من ربما قال إن هذه الأقطاب خلقت نوعا من العزلة سيد الوزير ويبحثون اليوم عن توأمة ما بين جامعات جزائرية شيء جميل أن تكون لدينا تخصصات في منطقة من مناطق الوطن لكن خلق شبه عزلة إن صح التعبير اليوم هناك من يتحدث عن ضرورة أن تكون هناك توأمة ما بين جامعات جزائرية سيد الوزير من بين مخرجات مجلس الوزراء الاثنعاش نعم سبطام برجون الثلاثة وعشرين وهو إنشاء أقطاب جامعية متخصصة نعم قد تكون قطب مثال في الإلكترونيك في جهة ما في الرياضيات في جهة ما في الطاقة والطاقوية في مدينة ما إلى غير ذلك إنشاء هذه الأقطاب يخضع لنمطين النمط الأول وهو إدماج مجموعة من المؤسسات الجامعية مع بعضها البعض والنمط الثاني والمتمثل في إنشاء جمعية من المؤسسات الجامعية ويعتبر النمط الثاني هو الأسهل إلى التعقيد سابدعنا في جمعي كل المعطيات هنا في الجزائر نعم من أجل إنشاء قطب جامعي متكون من جامعتين خمسة مدارس عليا ومركزي بحر لن نكتفي بهذا سندعو مؤسساتنا اقتصادية لتكون داخل هذا المجمع قد تكون شركة سونتراك قد تكون شركة سونالغاز وشركات أخرى في هذا القطب العلمي نعم والتكنولوجي تجدون وجود سونتراك وجود نفطال وجود سونالغاز وجود الجيري تيليكوم أفنتير إلى غير ذلك من المؤسسات الاقتصادية التي يمكن أن ترافق هؤلاء بالتربصات المختلفة بالبرامج المختلفة بعروض التكوين المختلفة إذن بالنسبة لإنشاء أقطاب جامعية سنبدأ في بالجزائر بعد ذلك سنكون أقطاب أخرى في الشرق والغربي والجنوبي كذلك الهدف وهو إعطاء مرئية ومقرؤية أكثر للمؤسسات الجامعية الجزائرية دون أن ننسى أن هذه المؤسسات الجامعية هي التي جعلت من الجزائر قوة اقتصادية في العالم العربي والإفريقي وبالتالي سنقوي هذه الوضعية وسنعطي مرئية ومقرؤية أكثر في مختلف الترتيبات المختلفة العالمية من خلال استحداث مثل هذه الأقطاب وصلنا سيد الوزير إلى مرئية الجامعة الجزائرية هل فعلا اليوم الجامعة الجزائرية يمكنها أن تستقطب طلب وباحثين من ربما مناطق غير تلك المناطق التي تعودنا عليها سيد الوزير في هذه السنة لدينا ربعالاف وربعمائة طالب دولي نعم و اقترحنا على وزارة الخارجية أن تقترح على الدول الأجنبية ربعالاف ثمنا ربعالاف ثمنامائة طالب إذن ضعف ما هو موجود لحد الساعة سجل حوالي خمسين في المئة من هذه النسبة نعم ننتظر أن يلتحق الآخرون وبالتالي سيكون هدفنا الذي نعمل من أجل تحقيقي أتوجه للدراسة بالجزائر وضعنا ويسام أدرس في الجزائر study in Algeria وزع دليل على كل القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية للجزائري بالخارج وبالتالي من أجل مرئية الجامعة الجزائرية من أجل أن تكون الجامعة الجزائرية قوة ناعمة للجزائر من خلالها تكون الجزائر قوة ناعمة في المحافل الدولية سنعمل من أجل استقطاب الطالب الدوليين نعلمهم تعليما جيدا حتى يصبحوا سفراء للجزائر ببلدانهم كذلك استحدثنا من أجل تجيع هؤلاء الطالب الدوليين للمجيء للجزائر ما نسميه بلابل study in Algeria لابل أدرس بالجزائر والذين سبعة وربعين ألف سبعة وربعين مؤسسة جامعية لهيئت كل الظروف من أجل استقبال هؤلاء الطالب الضيوف هذه السنة جيدا سيدي الوزير نقطة يجب أن نثيرها ونتحدث عليها قبل ختام هذا اللقاء معكم هل سيتم مراجعة وإعادة تقييم نظام الالمدي عندنا في الجزائر سيدي الوزير للحديث عن هذا النظام يجب أن نرجع قليلا إلى الوراء نعم خضعات خضع النظام التعليمي الجزائري منذ الاستقلال إلى ثلاثة إصلاحات الإصلاح الأول في 1971 حيث ساهمت الجامعة الجزائرية بمختلف مكوناتها في تقوية التصنيع الجزائري نعم في سنة الإصلاح الثاني جاء في سنة 1984 إثر تكثيفي أو تكاثري أو تضاعفي عدد الطالبة الناجحين في شهادة الباكالوريا نعم تحت وسام كل حام الباكالوريا مكان بدغوجي بالجامعة وجاء الإصلاح الثالث في 2004 تماشيا مع تدويل التعليم العالي عموما لا يمكننا الجزم والقول أننا قمنا بإصلاح وكفى وانتهينا من الإصلاح الإصلاح يعني أننا نتدخل في تصويب الأمور كلما اقتضى الأمر ذلك نظام الالمدي عمم منذ 2004 كان علينا أن نقيم ما أتى به هذا النظام كل نقاط قوته نقاط ضعفه فرصه وتهديدته وبالتالي تقييم هو شيء طبيعي بحيث أن الدول التي صدرت هذا النظام قامت بتقويمه وإدخال كل التصحيحات العميقة عليه وبالتالي سنقيم ما هو موجود وسندخل التحسينات اللازمة عليه وهذا ما أتى به تت به مخرجات مجلس الوزراء من 12 سبطانبر الماضي سيد الوزير باختصار هل سنصل فعلا في 2025 إلى 50 ألف مهندس في الإعلام الآلي سيد الوزير هل سنصل إلى هذا الرقم سنحقق هذا الرقم بحيث أن في السنة الماضية نعم تضاف إلى هذه السنة وصلنا إلى جعبة بها 28 ألف متكون في الإعلام الآلي سواء في المصير أو مهندس بين لسانس ومصير ومهندس وبالتالي سنصل إلى هذا العدد وسنفوقه إن شاء الله قبل أو خلال نهاية سنة الجامعية 20 2024 2025 وبالتالي ستكون الجامعة جامعة قاطرة محركة للاقتصاد الوطني جامعة ذكية تتماشى مع انتظارات وتطلعات الشعب الجزائري ربما في الأخير كلمة للمنتسب القطاع سيد الوزير ونحن في عشية الدخول الجامعي من طالبة وأساتذة وكل شركائكم سيد الوزير مع زملائي الأساتذة إخواني العمال وأصدقائي الطالبة سنحقق أهداف تطلعات الجزائر الجديدة هو مسار إعادة التجارب دراسة التجارب المثابرة ومراجعة كل ما يجب مراجعته حتى نحقق الأهداف نساهم في بناء الجزائر الجديدة وفي تطور البشرية إن شاء الله بحول الله البروفيسور كمال أبيداري وزير التعليم العليم والبحث العلمي شكرا لكم سيدي على الحضور وعلى هذه الإفاضة شكرا بهذا نصل مشاهدين للختم هذا العدد من برنامج لقاء خاص تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقني والصحفي العامل معنا اليوم في الإخراج من محروق وفي الإشراف عبد المطالب بغلاوي نلتقي في موعد مقبل بحول الله السلام موسيقى اشتركوا في القناة